السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال فيديو جديد من عند الحمام وعشبة جديدة عشبة يعني مهمة جدا 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 بالنسبة للحمام والجميع أنواع الطيور خلي بالكم الجملة دي والجميع أنواع الطيور يعني هنحطها للحمام هنحطها للبطع هنحطها للفراخ للوز للرومي لأي نوع من أنواع الطيور كمان بنحطها للكتاكيت اللي هي بتبقى لسه طالعة جديد كده بتبقى صغيرة بنحطها لها مع العلاف هتلاقوا فرق جامد جدا في صحة الكتاكيت والبط على فكرة كمان بنرشها مثلا لو في عندكم بطة نايمة على بيض رومة نايمة على بيض بترشوها حوالين البيض كده بتمنع اقترب اي حاجة بقى من البيض اي حاجة زحفة اي حاجة من الزواحف تعبين سحالي حشرات عقارب اسمو ايدا فيران يعني بتطرد اي زواحف او اي حاجة من حوالين البيض المهم الحاجة دي بقى اي ومش عايزين راغي كتير استابعوا معايا الفيديو الاخر اتمنى طبعا تدعموني بلايك في الاول وهقول لكم برضو فوايد العشبة دي برضو للحمام الناس اللي بتشتكي ان الحمام قطع بيض الحمام ما بيبيضش الحمام بقى له فترة كان بيبيض طبيعي جدا والفترة الاخيرة بقى يعني ايه البيض بتاعه ضعيف جدا بيبيض مثلا كل شهرين مرة بيبيض بيضة الحمام اللي بيبيض بيضة واحدة الحمام بيضة بيضة واحدة ما عرفش ايه السبب اسباب دي كلها سا يعني ممكن يكون حلها ساهل وبسيط عندنا واحنا غفلانين عنه طيب ايه هي الاسباب وايه هي العشبة دي العشبة دي يا جماعة الشيح ايوه الشيح الشيح من حاجات الممتازة ممتازة من الدرجة الاولى ليها فوايد لا تعد ولا تحصى عند الحمام خصوصا وعند خاصة يعني وعند الطيور عمتا طب ايه هي فوايد الشيح دي اقول لكم كل حاجة عن الشيح بالتفصيل فوايد وازاي بنعمله بنعمله بطريقة معينة وازاي بنحطه للحمام وايه المكون اللي بنحطه معاه للحمام او للطيور عشان يدعم امتصاص الشيح في جسم الطيور وبيخلي الحمام يستفاد بيقص استفاده الحمام ما يقعش مننا ومنعته تقل بس في الاول طبعا اتمنى تدعموني بلايك لو مش مشتركين عندي اشتركوا فعلوا الجرس فعلوا اول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد لايك يا جماعة بالله عليكم التفاعل بجد على الفيديوهات اللي من دول مش عاجبني بالمرة وحتى اليوتيوب شمتان فيه وبيبعات لي رساة ان معدل التفاعل ومعدل المشاهدات على الفيديوهات قليل عن المعتاد فبالله عليكم اللايك اللايك بيرفع الفيديو بيخلي اكبر عدد من الناس يشوف الفيديو وتستفد منه وبيخلي الاشعارات بتوصل للناس التاني يبقى يا جماعة ممكن من ضمن الاسباب او من اهم الاسباب ان ممكن النتاية دي يبقى عندها ديدان الديدان فعلا بتمنع البيض وبتأثر على عنقود البيض نفسه بتأثر على البيض نفسه وعلى تكوين البيض كمان لو الدكر بيروى او البيض بيطلع رايق برضو ممكن الدكر يبقى عنده ديدان بيأثر برضو الددان بتأثر برضو على الخصوبة فخلوا بالكم وبتعمل تسيف وبتعمل بلاوي لا عدة لها ولا حاصر وبتعمل مشاكل يعني كتير جدا في امعاء الحمام وفي معدة الحمام فخلوا بالكم الحمام اللي بتلاقوه مثلا ممكن بيأكل كده بشراها وبيخص يخص وعنده تسيف في درجة ان صدره متسيف وخفيف ريشة زي ما بيقولوا كده يعني برضو بيبقى عنده ديدان طيب حل الددان ده ايه احنا جماعة زي ما احنا متعودين ان احنا شغالين بالاعشاب الطبيعية فحنعمل شربة الشيح للحمام وللطيور كمان على فكرة الشيح مفيد جدا برضو لباقي الطيور خلي بالكم من النقطة دي لان برضو الددان بتيجي للطيور التانية زي الفراخ والبط والرومي والحاجات دي كلها بتجيلها الددان فخلي بالكم هنعمل شربة الشيح دي النهاردة ان شاء الله هعمل الشيح للحمام وللفراخ الشيح كمان غير ان هو بيقتي للددان اللي بتبقى في امعاء الحمام بس هنعمله بطريقة معينة علشان يجيب معنا يعني ايه نتيجة فورية يعني ان شاء الله ان شاء الله بامر الله هنعمله بطريقة معينة هنعمله ازاي طيب هقول لكم بس ايه في الاول عايز اقول لكم ايه الفواد اللي في الشيح بتخليه فعلا يعني مفيد جدا نضطور بالشكل ده. الشيح يا جمال بيقضي على البكتيريا اللي هي بتبقى مسببة للكوكسيديا وللسة لمونيلا وللكوكسيديا. علاج فعال العدوى التنفسية الوبائية. شفتوا بقى يعني كمان بيعالج معوي وبيعالج تنفسي كمان. تمام? كمان الشيح فيها مجموعة من العناصر المعدنية زي الحديد والبوتاسم والفسفور والمنجانيز والمغنيسم. وده بيخليك كمان آآ يعني قوي جدا في موضوع الخصوبة. يعني بيزود معدل الخصوبة عند الحمام بطريقة مرحوظة جدا. مضاد للانتفاق ومضاد سموم طبيعي. كمان مضاد للأكسادة وطارد للغازات ومفيد جدا في موضوع ترجيع الطيور. الطيور اللي بترجع برضو بجد يعني بننصح دايما ان هي ادو للطيور الشيح في الوقت اللي هي بتبقى بترجع فيه لأن ده بتبقى فيه بكتيريا في بطن الحمام. الشيح بيقضي عليها تماما. بيعالج الاسهال كمان مفيد زي ما قولنا ان هو مفيد جدا في الجهاز الهضمي وبيساعد على زيادة الوزن. بيساعد على افراز عصارة المعدة اللي بتساعد في هضم الطعام. فاهمين الكلام؟ طيب بينشط طوزاق في الكلا. بيقوي جهاز المناع بيعتبر زي ما قلت لكم بقى بيعتبر بجد من اقوى العلاجات للديدان. طبعا العلاجات التانية احنا عارفين ان هي ممكن تأثر على الكبد. لكن ده حاجة طبيعية يا جماعة نحطها كده للحمام واحنا متطمني. طب بنحطه ازاي وبنعمله ازاي هقول لكم دلوقتي. بنعمل ايه بقى؟ هقول لكم في الاول الجرعة بتاعته بنديك تلاتيام للحمام وبعد ما يتخلص التلاتيام بنستنى اربعتاشر يوم وبعد كده بنديك تاني للحمام. نركزوا في اللي جاية جماعة بصوا ده لتر ماي. اللتر ده انا هعمله دلوقتي مركز وهحطه على كزا لتر ماي. حطه على جرد الكامل وهسق منه الطيور كله. بس في حركة هنعملها طبعا ايه قبل ما هنسق الطيور. طبعا انا حطيت دلوقتي ده لتر مايه حطيت على المعلقتين كبار كده من الشيح. طيب المعلقتين دول هنسقي بهم ايه المفروض معلقة واحدة على اتنين لتر مايه. يعني المعلقتين دول هسقي بهم اربعة لتر مايه. انا كمان هحط خمسة لتر مايه للحمام. هسقي به الحمام وهسقي به الفراخ والبط وكل انواع الطيور. تمام كده? طيب هعمل لهم ازاي الشيح او هحطه لهم ازاي? انا يا جماعة اه طبعا هشيل المية دي من قدام الحمام من بالليل يعني من العصر كده هبتدي اشيل المية من قدام الحمام خالص وهسيب الحمام عطشان. يعني الحمام اكل والشرب تمام التمام هشيل من قدام المية. الساعة بقى مش الصبح بقى ممكن هطلع له بقى متأخر شوية يعني ممكن هطلع له على الساعة 11 كده يبقى عطشان على الاخر. اول حاجة تنزل معدة الحمام هي الشيح. اول حاجة. يعني انا بس الحمام الاول الشيح وبعدها بساعة ابتدي احط له الاكل. طيب اول ما هحطوله هحطوله ايه بقى? ركزوا بقى في الحتة دي باللع عليكم. بس اخبطوا لي لايك الاول. نزلوا تحت كده. اعملوا لايك لللي لسه ما عملش لايك لحد دلوقتي مستنين ايه يعني انا مش فهمة. المهم ازال تحت اعملوا لايك وركزوا بقى في الحتة اللي جاي. اول لحاجة. هتحطوها للحمام مش هتحطوه للاكل على طول. لا. حطوله شوية حبة البركة. ليه حبة البركة? حبة البركة يا جماعة زي ما بقول لكم بترفع مناعة الحمام. لان الحمام هيبتدي نزل ديدان من بطنه. مع الديدان اللي نزلة دي طبعا الديدان بتأثر لان احنا عارفين ان الديدان اللي ما بتبقى موجودة في بطن الحمام او فقام عائل الحمام بتضع في الحمام بطريقة وحشة جدا. وهي نزلة كمان بتضع في الحمام اكتر واكتر. فخلي بالكم حبة البركة دي بترفع مناعة الحمام وبتقوي جهاز المناع وبتخلي صحته حلوة كده يعني. فاحنا طبعا ايه لازم هنحط مع الشيح حبة البركة علشان تدعم الشيح وترفع مناعة الحمام والحمام ما يقعش مننا. تمام كده? طيب دي العشبة الاولانية اللي هي الشيح طبعا. وقلنا على فويدة. ايه حبة البركة طبعا احنا قيلين ومتكلمين عنها قبل كده كتير جدا. طبعا احنا لو انتم متابعين الفيديوهات بتاعتي من بدري. فالحمد لله عندكم الحمام. اه احنا طبعا رفعين من بناعة الحمام من بدري. لان احنا مش بنقطع حبة البركة اساسا من عند الحمام. وطبعا خلطة البزور اللي احنا عملناها من العاجات القوية. اللي بجد بتجيب نتايج مبهرة مع الحمام. واللي جربها هيكتب لي تحت ايه في التعليق. في نقطة كمان نسيت ما قولكم عليها ان ليه احنا بندي شربة الشيح تلت يام وبعدها با 14 يوم بندي تلت يام. لان يا جماعة تبقى في يرقات متعلقة في معدة الحمام او في امعاء الحمام او في امعاء الطيور اليرقات دي بعد ال 14 يوم بتكبر وبتبقى ديدين. لما بندي شربة الشيح التاني او الجرعة التانية دي بتقضي بقى على اليرقات دي والحمام او الطيور بقى بتبقى خالية من الديدين. وبتنتج معنا بشكل كويس جدا. طيب ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى طبعا لو فيه اي سؤال اكتبولي برضو في الكومنتات وان شاء الله ربنا يقدرني ان كنت يعني ممكن قتله شوية غصب عني والله او ما بقاش فضي وما بفضاش اععد بس لما بقعد بجاوب على الاسئلة كلها ان شاء الله اجاوبكم على كل حاجة واللي مش هقدر اجاوب علي في التعليقات هطلع اعمل له فيديو مخصوصا ليه. تمام كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى طبعا تدعموني بلايك لو الفيديو عجبكم ولو مش مشتركين عني طبعا يشرفني اشترك ومشتركوا فعالوا الجرس فعالي اول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد انزله وطبعا اخيرا يعني ريتشاركوا الفيديو مع اي حد تحسوا ان هو ممكن يستفاد من الفيديو. ما تكتموش العلم عندكم خيركم من تعلم العلم وعلمه. وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.